استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية أصول وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط وبلغ إجمال عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14722 أصلا منها 3442 أصلا تابعا لوزارة المالية 11280 أصلا تابعا لبلدية مسقط كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة وقد استنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثالثة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ضفار وهيئة البيئة